زيارة مهمة قامت بيها رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أرسولا فوندرلاين إلى مصر بالأمس بتعكس الجهود السياسية والديبلوماسية اللي بتقوم بيها الدولة المصرية لخفض التصعيد في قطاع غزة والعمل على حشد وتضافر الجهود لوقف إطلاق النار ده اللي أكدت عليه رئيسة المفوضية الأوروبية اللي قالت أنه مصر بتلعب دور محوري وحاسم في تحقيق الاستقرار في هذه الأوقات الصعبة خلينا نتكلم عن أهمية الزيارة دي والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي والديبلوماسي وكمان الاقتصادي والتجاري مرحب بضفنا الأستاذ خليفة أدهم الخبير الاقتصادي بالأهرام منورنا يا دكتوري أهلا وسهل بحضرتك وكل أستاذ المشاهدين بداية لما نيجي نتكلم عن زيارة أورسولا فوندرلاين رئيس المفوضية الأوروبية هي جت لمصر في هذا التوقيت طبعا هي زيارة مهمة جدا بتعكس هذه التواصل والعلاقة الاستراتيجية ودور مصر بين مصر والاتحاد الأوروبي ودور مصر المحوري والجوهري في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة الشرق الأوسط والدور المهم زي ما تفضل محمد بيل الدور المهم اللي أكدت عليه رئيسة المفوضية الأوروبية لدور مصر في مواجهة الحرب في غزة وبالتالي دورها في وصول المساعدات الإنسانية ودورها في المحوري في وقف الحرب ودورها أيضا على مدى الحقيقة بداية الصراع العربي الإسرائيلي في تسوية هذا الصراع والوصول إلى حلول سلمية وحلول وفقا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة في هذا الإطار مصر دورها محوري في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي وبالتالي كل الحقيقة الأطراف الدولية بتدرك ده وبتحاول الحقيقة الاستناد إلى مصر في ظل هذه التطورات والتصعيد اللي بتشهده المنطقة والحرب حاليا في غزة دور مصر بأكد عليه السيد الرئيس وأكد عليه مرارا الحقيقة فيه هو ضرورة وقف الفوري لإطلاق النار وتوسيع وصول المساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة والحقيقة دور مصر كان مهم فيما يتعلق بمعالجة المصابين عدد من المصابين من الأشقاء في غزة وأيضا فيه خروج بعض الجاليات الأجنبية اللي كانت الحقيقة في غزة فدور مصر محور منذ بداية الأزمة وعبر التاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وده بتأكده الحقيقة لعلاقات مع كافة الأطراف الدولية الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لمصر بحجم استثمارات يصل إلى 38 مليار يورو بواقع حوالي 30% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر أهمية الاتحاد الأوروبي للدولة المصرية كحليف استراتيجي اقتصاديا وسياسيا العلاقات الاقتصادية زي ما حاجت فضلت الحياة بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقات قوية جدا بدأت من تعززت بشكل كبير جدا من 1976 الحقيقة شهدت طفرة كبيرة جدا منذ توقيع الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في 2001 وهذا الشراكة الحقيقة كانت نموذج بيحتزي به كافة دول الجنوب المتوسط في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي العلاقات أيضا بين مصر والاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي شهدت طفرة كبيرة جدا على مدى السنوات العشر الماضية شفنا حجم استثمارات بدأ يتزايد وفي زيادة كبيرة جدا مستمرة على مدى السنوات الماضية من اتحاد الأوروبي في مصر زي ما حاجة تفضلت حجم الاستثمار التراكمي من دول الاتحاد الأوروبي في مصر حوالي 40 مليار دولار أو 38 مليار يورو وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد وأيضا الحقيقة فيه تعاون كبير جدا على الصعيد الاقتصادي فيما يتعلق الحجم التبادل التجاري الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأول لمصر نحو ربع حجم تجارة مصر مع العالم الخارجي مصر بيستحوز على الاتحاد الأوروبي من حوالي 22.5 من الصدرات المصرية للعالم الخارجي وأيضا نحو 24.5 من إجمال وردات مصر من العالم الخارجي أيضا على صعيد مهم جدا المساعدات أو الدعم الاتحاد الأوروبي لمصر دراكن من دور مصر المحوري وتعزيز التنمية المستدامة وأيضا في ظل الفرص الاستثمارية الوعيدة اللي بتمتع بها السوق المصري خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وأيضا في مجالات الصناعة كان الاتحاد الأوروبي دور مهم جدا في برنامج تحديث الصناعة منذ اتفاقية الشراكة في 2001 أيضا فيما يتعلق بفرص الاستثمار الوعيدة في مجالات زي مجالات الرقمنة والمصر بتشهد طفرة كبيرة في مجال التحول الرقمي خلال السنوات الماضية وده الاتحاد الأوروبي بيليء اهتمام كبير جدا مصر بتلعب دور مهم جدا خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق به كمركز إقليمي للتداول وتجارة الغاز وشوفنا منتدى شرق المتوسط للغاز اللي مصر كان الحياة اللي بدأت بانبادرة مصرية وكان مهم جدا فيه ان اختيار مصر كمركز لهذا المنتدى ومصر بتلعب دور مهم جدا فيما يتعلق بإمداد الدول أو أوروبا بالطاقة الجديدة والمتجددة وشوفنا الاتفاقات المهمة جدا واهتمام كبير جدا من قبل الشركات الأوروبية الكبرى في هذا المجال للحياة تعظيم الاستثمارات في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للأوروبا شوفنا اكبر واحد من ثلاث اكبر مشروعات استثمارية في الدول النامية مصر كان في مصر تم توقيعه مؤخرا ما بين احدى الشركات الكبيرة جدا رينيو باور احدى الشركات العالمية الكبيرة جدا في هذا المجال بدخل استثمارات 8 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإعادة تصدير مرة أخرى إلى الدول الأوروبية فمصر كمان خلال السنوات الماضية كان فيها طفرة كبيرة جدا فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة سواء إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية طاقة الرياح الهيدروجين الأخضر في منطقة الاقتصادية في الخالج السويس فأعتقد أن الاتحاد الأوروبي من هذا المنطلق باهتمام كبير جدا بدخل استثمارات في مصر في هذه القطاعات الوعدة وشوفنا الاهتمام الذي كان الحقيقة وفقا لتقرير بلومبرج فيما يتعلق بزيارة رئيسة المفادرية الأوروبية لمصر والإعلان عن دخل استثمارات لمصر نحو 9.8 مليار دولار ده خلينا نسأل بقى إيه هي المجالات البكر اللي تقدر يحصل فيها شراكة أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي ومصر ويدخوا فيها استثمارات أكثر فيهما الحقيقة كان فيه عدد من القطاعات المهمة جدا اللي فيه اهتمام مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وأيضا وفقا لخطة التنمية المستدامة اللي مصر بتوليها اهتمامات في قطاعات مهمة بتوليها اهتمام كبير من هذه القطاعات قطاعات الزراعة والنقل وأيضا التحول الرقمي وقطاع مهم جدا زي قطاع الجديد التاقة الجديدة والمتجددة المصالح مشتركة في هذا الإطرار لأن التاقة الجديدة والمتجددة والتحول من الطاقة البطرول وانعكساته على النفط وانعكساته على البيئة وفي ظل الاهتمام الكبير جدا بالتحول إلى الطاقة النظيفة فمصر كمان عندها اهتمام في هذه القطاعات فيما خاصة أنها تمتلك الحقيقة مزايا نسبية كبيرة جدا في هذا المجال فده قطاع مهم جدا القطاع المهم أيضا لمصر بتولي اهتمام والاتحاد الأوروبا أيضا بيولي اهتمام في دخل استثمارات في قطاع الزراع لأن مصر الحقيقة شهدت السنوات الماضية اهتمام كبير جدا فيما يتعلق بالتوسع في الرقع الزراعية وإضافة الحقيقة نحو خمسة مليون فدان بتستهدف مصر زيادتهم للرقع الزراعية خلال شفنا التطور الكبير جدا في مستقبل مصر مشروع الدلتة الجديدة في تشكا في شرق العوينات في هذا المجال أيضا مهم جدا لمصر اقتصاديا وأيضا تحاد الأوروبي بيدرك أهميته وفدى أيضا قطاع مهم جدا وخاصة النقل النظيف واللي مصر بتهتمي به جدا في هذا المجال وشفنا فيه مجالات تعاون كبيرة جدا في هذا المجال بين مصر وعدد من الدول الأوروبية أعتقد أنه كمان الاتحاد الأوروبي يدرك قد إيه أهمية مصر ودورها المحوري فيما يتعلق ب وقف الهجرة غير الشرعية وده الاتحاد الأوروبي بيليه اهتمام كبير جدا وأيضا مصر على مدى السنوات الطويلة الحقيقة كان لها دور مهم وفاعل في هذا الإطار العوائد الاقتصادية فندم لهذه المشروعات في الداخل المصري أو في الاقتصاد المصري أنه ممكن حد بيتفرج علينا وبتابعنا حضرتك كلمت على قطاعات مهمة جدا كثيرة جدا من الغاز إلى التقن المتجددة إلى غيرها إلى النقل عوائد ده على الاقتصاد المصري إلى أي مدى ممكن يفتح فرص عمل لأكبر عدد من الشباب إيه العوائد المباشرة للاقتصاد المصري طبعا فيه عوائد مهمة جدا عايز أقول له حاجة حاجة الاستثمار أهم كتير جدا من الدعم يعني كان فيه حد بيسأل إمبارح في أحد لقات بيقول طب ده استثمار مش دعم يعني أخذ فترة طويلة قلت له الاستثمار مهم جدا جدا لأنه أولا أنا أهميت أن أنت دخل استثمار في السوق المصري ده رسالة قوية جدا لكافة دواقر الاستثمار العالمية أن هناك ثقة كبيرة جدا في إيجابية وتنافسية مناخ الاستثمار في مصر وأنه جازب قد إيلي الاستثمارات ويحق عوائد كبيرة جدا للمستثمرين اتنين بما يتمتع به بفرص استثمارية وعيدة في مجالات مهمة جدا ثالثا فيما يتعلق بالبنية التحتية الحديثة التي شاهدت دخل استثمارات كبيرة جدا التحول الكبير جدا فيما يتعلق بالحياة تنافسية الاستثمار على مستوى القرارات التي تم اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الساد الرئيس وأيضا فيما يتعلق بالتسهيلات والحوافز المقدمة من الدولة للقطاع الخاص وجاز بالاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز هذا الإطار العوائد مهمة جدا فيما يتعلق لأن مشروعات الاستثمارية عوائدها على صعيد الانتاج زيادة الطاقة الانتاجية للإقصاد المصر وبالتالي تنتج سلع لسد احتياجات السوق المحلي والتصدير وده مهم جدا وخاصة عدد كبير جدا أو نسبة كبيرة جدا من مشروعات الاستثمارية والاستثمار الأجنبي اللي تم الإعلان عنه متقبل المؤخرا والاتحاد الأوروبي بيستهدف أيضا التصدير للخارج سواء السوق الأفريقية أو التصدير للسوق الأوروبية ثالثا زي ما حاكت فضلت توفير فرص العمل كاف الدول العالم حتى الدول المتقدمة الولايات المتحدة شوفنا الصراع مع الصين وما إلى ذلك كله بيتنافس على جذب الإصمار الأجنبي بهدف التشغيل اتاحت فرص عمل وتوفير فرص عمل داخل الدول فبالتالي أنت عندك قوة سوق العمل بيستقبل سنويا نحو 800 إلى 900 ألف المفروض يتيح من 800 إلى 900 ألف فرص عمل جديدة سنويا للداخلين والجدد لسوق العمل فأنت المشروعات الإصمارية مهمة جدا بتوفر فرص عمل مهم اتنين إن هي كمان الإصمار الأجنبي أهميته أيضا فيه إن هو بيستقطب معاه نظم إدارة حديثة مهم جدا التكنولوجيا الحديثة بيرفع كفاءة الإنتاج والعمل أصلا في المؤسسات المصرية نعم فبترفع التنفسية بيجيب لك تكنولوجيا حديثة بيجيب نظم إدارة حديثة وكل ده مهم جدا وخبرات وكفاءات أيضا حديثة بتتنقل للسوق وده مهم جدا يعني أنا عايز أقول لك حاجة حاجة إن السوق المصر المفروض وفقا ليه؟ إن هو يجذب سنويا نحو 25 مليار دولار استثمارات إحنا السنة اللي فاتت دخل عندنا أي نعم الاستثمار الأجنبي شاهد طفرة كبيرة جدا العام الماضي في 22 كان حجم الاستثمار زاد حوالي 12% إلى 10 مليار دولار 10 مليار دولار ده رقم مهم جدا العام الماضي في ظل الحقيقة التحديات اللي شاهدها الاتصاد العالمي على صعيد الأزمات الجيوسياسية أو كان لسه خارج ما تعفاش من أزمة كورونا وجائحة كورونا وبالتالي الحقيقة كان الاستثمار الأجنبي في مصر بيشهد زيادة كبيرة جدا شوفنا السنة اللي قبل منه كان زيادة الاستثمار الأجنبي بنحو 73% من 5 و7 من 10 إلى 10 مليار دولار 8 أو 9 من 10 مليار دولار والسنة اللي ماضية إلى 10 مليار دولار وده مهم جدا مصر الحقيقة بما أشارنا إليه إلى تنفسية مناخ الاستثمار واللي شاهدت الحقيقة عدد من التطور الإيجابي كبير جدا في مناخ الاستثمار على مدى الفترة الماضية والاهتمام بالقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي بتحتل المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا في جذب الاستثمار جذبت نحو 25% من إجمال الاستثمارات الأجنبية اللي دخلت أفريقيا السنة الماضية أيضا بتستحوز على نحو 75% من إجمال الاستثمار اللي دخل لشمال أفريقيا السنة الماضية يعني فبالتالي مناخ الاستثمار بيشهد تحول كبير جدا في ظل اهتمام الدولة ورساد رئيس بدفع وتعظيم دور القطاع الخاص خلال الفترة الحالية والقادمة وإن هو رفع نسبة مساهمته في تمرير المشروعات والخطط الاستثمارة في مصر من حوال 25% حاليا إلى 65% خلال التلس سنوات القادمة ده كله مؤشرات مهمة جدا لأن الاستثمار الأجنبي مهم جدا جدا ومصر بتول اهتمام كبير جدا بيجذب الاستثمار الأجنبي خلال الفترة القادمة لمواجهة الحياة أولا بيوفر العملة الصعبة وده مهم جدا ثانيا بيوفر زي ما حكيت فضلت الانتاج توسيع الطاقة الانتاجية وبالتالي أيضا توفير فرص عمل وزيادة الصدرات طيب زي ما حد كنت بتقول حجم كبير جدا من الاستثمارات اللي جاية سواء للقارة أو بصفة عامة كان موجود لمصر نقدر نقول أن مصر هي تاني أكبر متلقي الاستثمار الأجنبي المباشر بالفعل من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط زي ما حد كنت بتقول ده له دلالات عالمية يعني ده له دلالات بتبين الوضع في مصر شكله ازاي؟ طبعا مهم جدا مؤشر مهم إيجابي لكافة دوار الاستثمار في العالمية أن السوق المصري بيتمتع بالاستقرار التشريعي الاستقرار الضريبي أن السياسات الاقتصادية في مجملها سياسات محفزة ومشجعة لجذب الاستثمار والمستثمرين وأيضا ده الاتحاد الأوروبي كواحد من أكبر التكتلات الاستثمارية العالمية بيولي اهتمام بدخل الاستثمارات في السوق المصري وبالتالي ده بيشجع أيضا كافة دوار الاستثمار الأجنبية على الاهتمام بدخل الاستثمارات في السوق المصري كان قبل كده تم الاعلان عن مشروعات واستثمارات كبيرة جدا من قبل الصينية في مصر شركات عالمية كبيرة جدا بدأت تدخل السوق المصري فولكس فاجل لما أعلنت مؤخرا عن إقامة مصنع لإنتاج السيارات في مصر وتجميع السيارات في مصر في منطقة خليج السويس المنطقة الاقتصادية فالحقيقة فيه فرص وعدة حاليا في منطقة خاصة في منطقة الاقتصادية في الخليج السويس فرص وعدة في قطعات مهمة جدا بتطوليها الدولة أيضا اهتمام وحوافز تقدم فيها حوافز زي ما أشار أحد التائر العالمية أن مصر الوقتي الحقيقة بيتمثل منصة مهمة جدا جدا لجذب الإصمار فيما يتعلق بالحوافز المؤخرة سواء الرخصة الزهبية للمستثمرين في عدد من القطعات المهمة سواء الحوافز الضربية نحو 55% من الدريبة على الدخل لبعض المشروعات الإصمارية اللي بتستهدف الدولة في قطعات الصناع بصفة أساسية وعدد من القطعات والطاقة الجديدة ومتجددة ده مؤشر مهم على أني ممكن الفترة القليلة القادمة نتوقع أني عدد من الشركات العالمية وأيضا بعض الدول خاصة الشركات الأمريكية عدد من الشركات أيضا جنوب شرق أسيا تهتم بضخص إصمارات كبيرة جدا في مصر خاصة في ظل هذا الإعلان عن الاتحاد الأوروبي باهتمام وبضخص إصمارات لأن 10 مليار دولار الحقيقة رقم مش قليل وخاصة من دول الاتحاد الأوروبا الاتحاد الأوروبي كمان ده هيتيح فرص كبيرة جدا لعادة تصدير وزيدة الصدرات المصرية لسوق الأفريقية وأيضا السوق العربية في ظل التفاقيات التفضيلية الموقعة مصر مع هذه الدول وهذه التكتلات ده هيخليني أسأل حضرتك سؤال مهم فيما يتعلق بالنظر إلى مصر من قبل الاتحاد الأوروبي أو أي حتى تكتل أو أي قوة اقتصادية كبرى في العالم إنها بوابة لأفريقيا بوابة لسوق عظيم جدا لم يكتشف بعد هو السوق الأفريقية خصوصا أنه مصر الفترة اللي فاتت يعني فيه اتفاقيات مهمة جدا مع تكتلات اقتصادية داخل القرى فأي تكتل خارجي زي الاتحاد الأوروبي بيرى أنه مصر بوابة لعبور استثماراتها كمان إلى جانب الاستثمار المباشر داخل الدولة المصرية بالتأكيد يعني زي ما حكت فضلت مصر منفذ أو بوابة لأفريقيا والاتحاد الأوروبي بيشوف مصر وبيدرك مصر من هذا المنظور لأن مصر أساسا لعب كبير جدا ومهم جدا في السوق الأفريقية على كافة المستويات وخاصة المستوى الاقتصادي والتجاري في ظل التوقيع لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية مؤخرا وتفعيلها ودخولها حيث التنفيذ وبالتالي ده مهم جدا هيتح أن لأي شركات عالمية أو أي استثمارات هتقام في مصر في النهي النفاذ والتصدير لهذا السوق الضخم السوق الأفريقي وهو سوق الحياة واعد جدا جدا في ظل المنافسة خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين عدد من الدول العالمية الكبرى الولايات المتحدة الصين روسيا المنافسة شرسة التحاضر ربما أخرا نشوفنا الزيارة المؤخرا من قبل مستشار الألماني ورئيس لعدد كبير من الدول الأفريقية والاهتمام بالطاقة كمان الجديدة والغاز في أفريقيا والموارد الطبيعية السراءات الطبيعية المهمة جدا لمدخلات الانتاج في أوروبا وبالتالي مصر بوابة مهمة جدا وخلينا أشير هنا إلى أن كمان مصر عندها اتفاقات مهمة جدا سواء الشراكة من التحاضر ربما سواء بتتيح كل ده صدرات والنفاذ لهذه الأسواق لاتفاقات التجارة الحرارة العربية أيضا هناك مجال كبير جدا مصر انضمامها مؤخرا إلى البريكس وده هيبدأ من بداية 24 يناير 24 وبالتالي كل هذا يعدد ويساعد على تعظيم تنفسية اقصاد مصر وقدرته على جذب الإصمار والتعامل مع التحديات والخارجية في ظل اللي احنا بنشوفه الحياة تطورات غير لا تدعو الاتفاعل على الصعيد الإقليمي الحرب المؤخرا وانعكاستها ودعايتها الاقتصادية أيضا الحرب اللي بدأت من فبراير 22 الروسية الأوكرانية وكن لسا الاقتصاد العالمي لم يتعافى من أزمة كورونا وهذا كله الحقيقة مؤشرات كانت لها نعكاستها على الاقتصاد العالمي والاقتصادات الدول النامية ولكن هذه المؤشرات الجديدة زي ما أشارنا انضمام مصر لبريكس أيضا الاستثمارات والاتحاد الروبي واستثمارات الضخمة التطورات المهمة على صعيد الاقتصاد المصري فيما يتعلق معدلات النمو اللي بنشهدها الحياة الاقتصاد المصري في ظل هذه التحديات العالمية كان السنة القابلة اللي فاتت محقق أعلى معدل نمو منذ 2007 6.6% في 21-22 السنة الماضية رغم التحديات اللي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية كان الاقتصاد المصري بيحقق في السنة المالية اللي انتهت في يونيو الماضي حوالي 4.2% فده الحقيقة بيدعو قد إيه ان اقتصاد المصري رغم التطورات والتحديات العالمية الا انه بيتمتع بتنوع كبير جدا صحيح وده مهم جدا ايضا بسوء كبير جدا وعيدة بفرص وعيدة في الاستثمار في عدد من القطاعات المهمة اكيد كل شكرا لك الاستاذ خليفة ادهم الخبير الاقتصادي بالاقرام نورتنا اهلا وسهلا اهلا وسهلا شكرا لك فاني مصباح الخير على حضرتك اشتركوا في القناة